السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد حمودة وفي الفيج ده هنتكلم مع بعض عن اداة مهمة جدا جوجل اعلنت عنها في 2018 وهقالت انها هتبقى انتجريتد مع الورد بيس بحيث ان هي توفر تحليلات اكتر لمستخدمين الورد بيس من ضمن التحليلات دي هي سيرش كونسول والاناليتيك والادسنس والبيج سبيد انسايد هيبدأ يسلك كل ده مكان واحد بس وتشوف تحليلات كاملة زي ما احنا شايفين كده تحليلات كاملة عن كل حاجة من خلال المنصات بتاعة جوجل الكاملة اللي بتحقيص الويب سايت وبتحلل الويب سايت بتاعك فاترابطت دلوقتي ببلاجينز بتشتغل مع الورد بيس في 6-2019 جوجل اعلنت ان الاداة دي متاحة للدفلوبر او المتورين ان هم يجربوها ويوم 31 اكتوبر اللي فات الاداة دي بقت متاحة للجميع ونقدر ننزلها ونشوف مع بعض في ثلاث خطوات بس انت تستطب الاداة دي خلينا نشوف ازاي نستطبها مع بعض اول حاجة ممكن تروح على موقع لورد بيس نفسه في البلاجينز وتعمل لها داول لود وترفعها عندك او تروح على الويب سايت بتاعك وتعمل سيرش عنها اد نيو بلاجين وتعمل سيرش عنها وتعمل لها داول لود او اكتف بشكل مباشر تعمل لها نستول وبعد كده اكتف بشكل سريع من عندك ادي الاداة هي من لها انستول اكتف طبعا هي الميزة في الاداة دي بس انها بتوفر علي ان يعود اتنقل من منصة لمنصة علشان اقدر اشوف تحليلات الموقع بتاعي لو انا مشترك في ادسنس فهنا ابدأ يقول لكم اعمل ابدأ التسطيب بتاعك ستارت سيت اوب فهبدأ اقول له سايم بالجوجل اوكي مفيش مشكلة فهبدأ اطلب مني برميشن لجوجل هبدأ اطلب مني برميشن لجوجل هبدأ اطلب مني برميشن سماح ها اول حاجة اخدها جوجل كونسول برميشن بتاع جوجل كونسول بعد كده بديله كخلي الاداة بتاع الكت لها صلاحيا هي تشوف الكلام ده اول حاجة كده جوجل كونسول تربط وحاجة تشوف فيرجعني ثاني على الورد بريس وينفع بعد كده اقوله وينفع بعد كده اقوله وقنكت بالاناليتك والسبيد انسايت هتبقى بنفس الطريقة بتاعة جوجل كونسول هتبدأ تشوف التحليلات بتاعتك تبدأ تشوف التحليلات بتاعتك زي ما احنا شايفين كده كونكت بجوجل اناليتك جوجل ادسنس وبعدها على طول انا هتكوننكت بجوجل اناليتك هوقف لحد ما اعمل الكنكت بعد ما عرفت كل البلاتفورمز السيرش كونسول كونكتد الادسنس كونكتد هيبدأ بعد كده تحت هتديكو تحليلات طبعا انا مش هنزل تحت علشان دي تحليلات الخاصة بالوب سايت عندي تمام فنصيحة لو انت بتشتغل بالورد بريس ستب سايت كت هيفيدك جدا هيسهل عليك تحليلات سريعة ومش هتديك تحليلات تفصيلية عن كل منصة فيهم ولكن هتديك تحليلات سريعة جدا تقدر تستفيد بيها شكرا ليكم انا محمد حمودة اشوفكو في الفيديو